هل تسمعين صهيل أحزائك؟ ما تفعلين هنا؟ ما تفعلين هنا؟ فالشاعر المشهور ليس ألا لكنني بتوتر العصبي أشبهه وغريزة البدوي أشبهه وتطرف الفكري أشبهه وبحزن الأزلي أشبهه هل تسمعين صهيل أحزائك؟ ما تبتقينا لدي سيد فالشاعر الأصلي ليس أنا بل واحد ثاني يا من تفتش في حقيبتها عن شاعر غرقت مراكبه لن تعتري أبدا علي بأي عنوان شبح أنا بالعين ليس يرى لغة أنا من غير أحرفها ملك أنا من غير مملكة وطن أنا من غير أبواب وحيطاني يا غابة الخضراء يؤسفني أن جئتي بعد رحيل ميساني أعشاب صدري الآن يابسة وسنابل انكسرت وأغصاني لا نار في بيتي لأوقذها فليرحم الرحمن بيراني أشجار لوزك لا وصول لها أشجار لوزك لا وصول لها وثمار خوخك فوق إمكاني لا تحرجيني يا بنفسيتي لم يبقى عندي ما أقدمه للحب غير صهيم أحباني أغزالة بالباب واقفة من بعد ما ودعت غزلاني ماذا ترى أبدي لزائرة شعر قديم نسيت قائله ونسيت كاتبه ونسيت نسياني هل هذه الكلمات شغل يدي؟ إني أشوفي بكل ما حولي بدفاتري بأصابعي بنزيف ألواني هل هذه اللوحات من عملي أم أنها لمصور ثاني؟ يا طفلة جاءت تذكرني بمواسم النعناع والماء ماذا سأكتب فوق دفترها؟ ما عدت أذكر شكل إمضائي لا تبحثي عني فلن تجدي مني سوى أجزاء أجزاء يا قطة القزحية العينين لا أحد في شارع الأحزان يعرفني لا مركب في البحر يحملني لا حب يدخل مثل سكين بشرياني بالأمس كنت مقاتلا شرسا فالأرض أحملها على كتفي والشعر أختمه بأجباني عن أي شيء تبحثين هنا فالشعر المشهور ليس أنا بل واحد ثاني مقهى الهوى فرغت مقاعنه حوني وما أكبرت في الجهة ترجمة نانسي قنقر